أهم المشاكل الخاصة في نادي الزمالك هي المشاكل المالية هل ممكن يكون لك دور فيها في حل المشاكل أو أنت لو طلب منك ملف معين علشان تقدر أنك أنت تظهر إمكانياتك أو تفيد نادي الزمالك هيكون هل مجال التسويق هل المجال أخرى أو مجالات أخرى خاصة بالإنشاءات أو خاصة بالتطويت داخل نادي الزمالك أكيد طبعا أنا متفق مع حضرتك يعني برضو حابب اللي أنا أضيف أن نادي الزمالك غني بموارده بأصوله مش محتاج حد يحط له فلوس آه دي مسكنات في بعض الأحيان ماشي كويس أنا راجل محب للمكان ده فبساعد كويس إلا أن النادي كمؤسسة نادي غني يعني يمكن الراحل حلم زنبورة لما جي عمل فكرة المحلات في جامعة الدول حراج دي كان حاجة بيفكر فيها خارج الصندوق بتضر أموال لحد دلوقتي في نادي الزمالك فالنهار دا إحنا محتاجين في الفترة اللي جاية أفكار تكون خارج الصندوق النهار دا نادي الزمالك غني بأصوله وموارده يعني يمكن أنا مثلا حراج بحكم عامل يعني في القطاع البنوك يعني في الإدارة قنية لأحد البنوك في حاجة اسمها المسئولية المجتمعية فده دي فكرة من الأفكار مثلا حراج أنت عندك النهار دا مثلا مجموعة من البنوك في صور نادي الزمالك فعندكم مسئولية مجتمعية اتجاه نادي الزمالك حراج النهار دا هتيجي تقدم لإيه وليكن يعني إحنا يمكن متواجدين بشكل يوم يجوى نادي الزمالك والمشاكل معظمها بسيطة جدا آه في القطاعات المختلفة محتاجة ضخ بشكل معين في فلقة كورت القدم على رأس هذه الأمور بقية العنشطة داخل النادي محتاجة زي ما قد حك من شوية إدارة مؤسسية النادي يدور بشكل مؤسسي إلا أن نادي الزمالك يمتلك من الأصول ومن الموارد لو يعني خلونا نقول لو خلصت النية ومجموعة متجردة جاءت فعلا تخدم هذا الكيان العظيم اللي احنا كلنا بننتمي ليه في أثر وقت ممكن يعني الصورة ليست برضو زي ما كنت بيقول بالسواد اللي احنا كلنا يعني لا فيه نور وفيه أمل في نادي الزمالك وبأولاد المخلصين اللي يكونوا موجودين فعلا حراج جاي تخدم من هذا الكيان بمنتهى التجرد عندك من الحلول الخارج عن الصندوق زي ما قلت حق القطاعات هذا القطاع المصرفي تقدر تستفيد منه تعمل أمور داخلية حاجات بسيطة كده تعمل انضباط إداري جوانادي الزمالك أنا ده شايفه الشيء المهم جدا عندك ناحية تسويقية حضرتك تبتدي اللي أنت تعظم من الأمور التسويقية لنادي الزمالك نازمك اسم كبير جدا عنده جماهير بالملايين جدا أنا عايزة أفكار حركة بالكاملية بتاعنادي الزمالك ده تحط عليه للانتيازات إمكان أنا ما كنت في أطلق كوماريد قلت حركة من شوية الجمهور حركة عامل بطاقة مشجعة النهاردة ده تعاون مع تسكارتي مثلا وخد كل أبعادك اللي أنت عايزة تاخدها ويبتدي اللي ده مصدر دخلي للنادي نستفيد نعمل مش بقول لحد الوقت النادي الزمالك ما عندوش حركة مثلا ستور مثلا يعني إمكان أنا كنت في أطلق كوماريد كان فيه مدحف للنادي أطلق كوماريد ما عايزة حركة الكالديرون ولا فيه مطعم أطلق كوماريد كان عنده فيه مدحف هنا ومدحف مدحف بذر دخلي للنادي عندك الستور السكارف تاع الفرقة عندك حضرتك اللعيب اللي ماضي على الفانيلا اللي ممكن تسوقها بشكل أكبر الكلام ده كله ففيه أفكار كتير جدا الحقيقة بس يبقى فيه مساحة وبقى فيه مجموعة تتقبل هذه الأفكار وتبقى عايزة تطبق يعني طيب